اهلا بيكو عكس بيت و اهلا بيكو في كل فيديو جديد وفي حلقة جديدة في سلسلتنا جعل ديترارياماسترمود بس بكلاس السامنر. وعاود شاب للسلسلة ناسبتها فترة لكن الحمد لله رجعت لها تاني. وطبعا لو انتم ملاحظين هتعرفون ان هذه الفترة ما رفعتش فيديوهات عن كلاس السامنر. السلسلة دي يعني بكل بساطة لان كنتم مشغول بألعاب تانية وحاجات تانية عندي في حياتي الشخصية يعني. وبرضو كنتم مشغول انكم بعمل كم حاجة مهمين جدا قبل الحلقة دي. دي شابتوا بيها تكون حلقة طويلة شوية ان احنا ان شاء الله هنكون منخلص فيها السلسلة دي بالكامل. من اول النهاردة لحد المونلورد. فاتناشة هتكونوا جاهزين للحلقة الجميلة دي. لكن طبعا قبل ما نكون بنعمل اي حاجة في الحلقة ما تنسوا جو دعواتكم ايها في فلسطينة ايها في غزة ان شاء الله رب ان يكون بيحررهم وينصرهم. ثمان شهور من العذاب والابادة الجماعية على اهلنا هناك. دايما تكونوا بتسكرون في دعواتكم. لو عندك قدرة انك تكون بتتبرع عيالتكم بتتبرع. وطبعا تكون بتقاطع اي منتجات اللي علاقة بكنسة يوني. ودايما تكون بتشعر القضايا فلسطينية. لان احنا دايما نفضل نقول تحت فلسطين. لو تفتكروا شاب اخر حاجة احنا غلبنا الحلقة الفاتة كانت الاسكليترون برايم. وجبنا الهالو بار وعملنا الهالو ارمور. ودو الوقت نجهزين انكم بنروح نغلب بلانتيرا. يا طرق يا شاب ايه الحاجات اللي عملتها ما بين الحلقة دي والحالة اللي فاتة. اولا انا عملت ارينة لبلانتيرا. وجمعت شباب كل مكونات الان خشيل. فانا يجي عند التنكر اول حالة نكون بنعملها هو عن طريق الارمور بوليش و الفيتامينس. فكان نكون بنعمل عن طريق البيزور وعن طريق الادهيزف باندج. بعد كده زنبلانا عن طريق الفاست كلوك و ترايفولد ماب. بعد كده كاونتر كورس ما انتهر عن طريق ميجافون و النزار. واخيرا عن طريق بلايندفول و البوكت ميرور. ما كان نكون بنعمل شباب الانخ شار. واحنا كان معنا هنا الابسيديان شيلد. ممكن نكون بنعمل اتحاد مبين الابسيديان شيلد اللي كان معنا مع الانخ شار باشن نكون بنعمل شباب الانخ شيلد. ده اكسيسوري حرفيا ممتاز. لان انت بكلاس السامنر هتكون التعرض لكل انواع الدمج وبكميات كبيرة. فلازم يكون معاك حاجة تحميك من الديبوف اللي ممكن يكون بيموتا. فنيجي برضو هنا عند الريفورج. انا برضو اكون بخلي الانخ شيلد. بالزبط كده. عشان نزول لي اربعة ديفنس مع اربعة ديفنس. يعني ده الواحده بتمانية ديفنس. الفاكرة بقى نبدله مكان ايه. ممكن مكان دي. الستينجر نيكلس. كده الديفنس بتاعها هتطلع لكام لتمانية وسبعين. عاش جدا. نيجي للحاجات اللي هنكون من احتاجها في مواجهة البلانتيرة. معي هنا صورة هتكون بتوضح لكم كل حاجة. بالنسبة للارمور يتمكنكم بتستعمل الهالو ارمور. اممكنكم هتكون بتستعمل الاسكواير ارمور اللي بتجيبه من مين من اللقرع ده اللي هو التفرد كيبر. الاتنين دون ممتازين. لكن انا افضل الهالو ارمور لان الهالو ارمور هيديك اعلى قابلية انك تكون بتعيش قدام ضربات البلانتيرة. لكن لو انت عاوسكم بتروح للمينيون داميج استعمل الاسكواير ارمور. بالنسبة لسلحة عندك الابتكيكي ستاف الساجروني ستاف والكويني سبيدر ستاف. بمناسبة احنا لسه حتى الان ما جبناشي الكويني سبيدر ستاف مع انها ما تكون كويسة لانها برا عن حاجة بتحطها وهي تضرب لوحدها. ممكن برضو تمام حاجة اسمها المينيون ميكسنج تكون بتنوبع ما بين سبيدر ستاف وما بين الابتكي ستاف. انا عنافس ما بفضلش ده. واللي هكون بستعمله هو البليد ستاف. بيزبقى لقرباك عندك الدريندل عندك الفير كراكر الكول ويب. التلاتي دول هم اهم حاجة. وطبعا عندك السباينل تاب لو انت هتكون بسا بتستعمل مين? البليد ستاف. لكن هتكون بتستعمل الساجرون ستاف. استعمل الفير كراكر. يبقى دايما يا شاب بسكر بقى معي. بالنسبة للأسلحة والقرباك بتاعنا. هنكون بستعمل بليد ستاف مع الدريندل الكول ويب والسباينل تاب. ودي هي كل الاكسسوارات اللي انت ممكن تكون بتستعملها اثناء موجهتك لبلانتيرا. ودلوت شباب يلا بقى بنا نروغ على الارينا بتاعتنا هناك. وهكوم برضو بقول لكم كم حاجة بالنسبة لالارينا بتاعت البلانتيرا. فاركز برضو ما عايش في الحلقة دي لان هكون بقول لكم معلمات كتيرة جدا عن كلاس سامندر وازاي تكون بتلعب بيه بكافأة عالية. واحنا راحين طبيعي لو انت بتحب محترقة تراريا وبيعجبك الفيديوهات بتاع تراريا وتعلمت منها. ما تنساش برضو تكون تشوف القناة لو انت لسه مشتركتش. والشرافة دي مع صاحبك اللي عاوزين يكون بيتعلموا اللعبة. اوه يونيكورن. هلو. هلو. من اوور. يا ريتك كنت معي في في الكلاس بتاع الريجر كنت عملت بيك دلوقتي الهولي اروس. باليونيكورن هورد. بس كده كده مش نحتاجه. هنكون بنجيب دي بالليل عشان نكون بنجيب عشان نكون بنجيب لكن مؤقتا احنا بس هنكون بنعديها ونروح عطول على الجنجل. انا عند مبدأة يا شباب ان الجنجل هي اسوأ حرفيا بايوم ممكن تكون بتبني فيها ارينا. انا حرفيا معديتش كام مرة انا موت بسبب البيوم دي. بسبب كمية مباتلة. كم تطلع لي زي كده? كيفين? يعني ضربة خدت مني نصف هلسي. فانا مش عارف ليه البيوم دي الصعب او في الموبيل بتاعتها. اوكي وصلنا الايه بتاعتها شباب. بصوا هي دي ارينا بتاعتنا بقى. الارينا عبارة عن مساحة كبيرة جدا فاضية فيها كام بلادفورم. اهم حاجة فيها اوه. اي ان فيها مبات ممكن تموتنا. دي اهم حاجة. لكن فعلا اهم حاجة ان ما يكونش فيها اي حطان يا شباب. شايفيني الحطان دي? حاول تشيل كل حطان اللي موجودة عندك ناحية الارينا بتاعتك. ليل ان بلانتيرة عندها كلبشير بتمسك في الحطان دي. فامسك الهامر واعمل كده ها. بحيز تشيل اي حطان موجودة. مش عايز اي موجودة ناحية الارينا بتاعتك. من غيرها الفايت بتاع بلانتيرة هيكون صعب. مش مستحيل. بس هقولك ان هو هيكون ايه هيكون صعب. اهي يا شباب بلانتيرة بولب. مجرد من الكسر دي استعدوا بقى الفايت بلانتيرة احد اجمل الفايتات تريتراريا. يلا بينا. ترجمة نانسي قنقر اوكي. يا عين يا بلانتيرة. حرفيا سابت علي. حرفيا سابت علي. قلتلكم. التركاب بتاعت بلانتيرة هي الارينا بتاعتك. تخيلوا اللي ارينت دي كتفيها الحطان. فا اه انا استحق صراحة كمية اللي وقتنا استغليته في بناء الارينا دي واني كون بشيل اي حطان موجودة. لان بكل بساطة لو هي ما عنداش حطان مش تعفتكم تقتلني. لان بالحطان هتكون بتيجر وراك بطريقة بشعة. سريعة جدا يا بلانتيرة. عشان كده هي بتمسك بالخواف بتاعتي وبتظهر ووشها بس في النص. وده اللي خلينا بقاتلها بسهولة جدا. فيلا نروح. ونحط شباب الريليك هنا كده جنب اخوتها. منورة يا بلانتيرة. السانية واحدة. السانية واحدة. مش هنا كده. نحطك بالزبط هنا. نايس. منورة. دول وقت شباب هيبقى عندنا مهمة كبيرة جدا. المهمة دي في ان احنا ندور على احد اقوى الكورابيجي اللي موجودة. اللي هو المورنينج ستار. ده هنلاقيه موجودة يا شباب. في الدونجين بعد هزيمة بلانتيرة. بليضاف شباب احنا برضو ممكن يكون نفرم على مفاتيح بتاعة البايوم عشان نقدر انه كود بنجيب البايوم شاست بتاعة الديزيرت اللي هو فيه طايجر ستاف. عرفيا. قوي جدا. كدا. فانا عاوز صراحة هكون بجربة جيبه. فمش عاوز برضو هكون بستغل قد دي وقت في موضوع ده. انا هكون بجرب. نفعت نفعت. ما نفعتش خلاص. ده قد قولي زي مستربيت موب تكون بتفرم على مفاتيح البايوم. كل بساطة قد تحت تكون بتقتل موبات في البيوم دي. وكل موب عنده نسبة زيرو بوين زيرو فور بيرسنت. يعني اربعة من مية في المية. قريبا يعني على ما اعتقد انا هكون بحطوكو ده تنسبة عشان تشوفوها. تاديش ما بالنسبة اللي هيكون عندها اي موب ان هو يوقع مين المفاتيح بتاعته. طب ازي مستربيت ممكنكم بتعمل كده. وده وسط جدا. عن طريق كينج سلايم. انا معايا كميات جل كبيرة. معايا كميات جولد كبيرة. هكون باعمل حبة جولد كراونز. هكون بروح ناحية الالتر. هكون بعمل حبة ايه سلايم كراونز. ونكون بالنوراس من كينج سلايم. مشكلتي الوحيدة ان الجولد كراونز مش بعمل لها ستاك. حرفيا مملة. مملة جدا. بس انا معايا كميات روبي حلوة. او ليس معايا 22 روبي. اوكي زي ما شافين ماليت كل الالفنتوري بتاعتي من الجولد كراونز. دلوقتي بقى نكون بنعمل مين الاسلايم كراونز. معايا 21. اني خلصت جل. صدق او لا صدق خلصت جل. بس 21 اسلايم كراونز يعني 21 كينج سلايم. فدلوقتي شباب محتاجين انكم بنروح على بايوم الديزر. او هي البيوم السحراء يعني. دلوقتي احنا في بايوم السحراء نكون بنروح من مين كينج سلايم. ونشوف هنقتي لكم واحد عبالما هنجيب الايه الكيدا. اذا كنا هنجيبه اساسا. والكينج سلايم من الكينج سلايم. كل ما انت بتدماجه بينزل اسلايمات صغيرة. والاسلايمات دي تعتبر مبات ومدام هي في البيوم بتاعة الديزر. عندها فرصة ان هتوقعنا من الديزر كي. دلوقتي ببقى انا اديلي اكتر من ساعة ونص عمرة فارغة مع كينج سلايم عشان اقدركم اجيب الديزر كي. اتلت الاسلايمات اللي هو بيوقعها. بصوا. الفين وربعمائة. اتلت الفين واربعمائة لايم. واخيرا جفت ديزر كي. بصوا قاتلت كينج سلايم كم مرة? اتنين وسبعين مرة. حرفيا مبهزرش اهو اتنين وسبعين مرة. كان لسه معي تمانياتينا يكون بقتلهم. اه حرفيا حاجة صعبة جدا. وبعد ما غيربنا بلانتيرة هتلاقي الدونجن في مبات جديدة تراص بانت. احنا شابه عندنا هدفين في الدونجن. اول هدف ان احنا نجيب سلاحي جديدة او وتاني هدف ان احنا نجيب ومن حصنا حظنا شابه ان هو على طول مجرد بس ما بتنزل كده هتلاقي هنا وهتلاقي هنا يا شباب مين ال ديزرت شاست. نعمل كده اهو. يتفتح. افتح يا سم سم. اهو يا شباب. اولا اعمل اللي بقى الايه ال داجرز. راسبان الباشا ده. ده هيكون بيساعدني جدا تحت. وطبعا مع ال 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 اسلاحة اللي بيتعمل لها كل مرة هتكون بترزبانه وتكون دائما بتستعمل لحد ما نكون بنجيب بمورنينج ستار. ركزهم عادي الوقتي مورنينج ستار هاموكر يكون بيقع من بلو ارمرد بونز الهيل ارمرد بونز او الراسي ارمرد بونز. طبيعي التلات موبايت دول بيترزبانه في اماكن مختلفة في الدنجة على حسب الولز الوراهم. لكن نسبة ان هو يقع من اي واحدة من الحاجات دي حرفيا واحد في المية. واحد في المية. فعلشان بس ده اقول لكم ايه قد ايه الكرباك ده صعب وهيكون بياخد منك وقت يكون بتجيبه. مش طبيعي. مش ضروري لان موضوع كل ما اعتمد على حظة. الهيل ارمرد بوزة اهو. اوكي قتلنا ده. واو واو اوكي خلي بالكو عشان ده يموتنا كلنا. اوه خدنا الوردنج بلاك بال. اوه كوفي برضو. ومالو اشرب كوفي. اوه بمرة جي نجيب برضو الاكتوبلاز مساح نسيت. محتاجين الاكتوبلاز عشان دمج. حاجة فخمة. وملازمة متستهونوش ابدا بمباتل هنا. عارفة مبات دي صعبة جدا. لقولوا ان انا معايا السامن كنت هتعزم معاهم. اوه برضو خدنا وخدنا برضو سانية واحدة هنموت فنروح. اوه ده بلاد منشغال. بالنسبة اسلحة الطبيعي جبنا الكي براند جبنا الكراكن جبنا الروكت لانشر. الشاتجان الفورك الديدلي سبيكتر ستاف. جلنا شئات حاجات حلويني يعني. احط كل حاجات جميلة قوي دي هنا. وحاجات الشباب. والويتش يا دكتور هنا. ولو فتحنا بقى الشباب عندنا الارمر الجديد بتاعنا. اول حاجة نشيري ماسك. نشتري ونشتري بانت. الديفنس طبيعي هيكون بيقيل معايا من واحدة وتمانين لما يكون بقى لبس ده كده. قول. ثانية واحدة مش هيقيل ده هيزيد. اوكي. فقط الديفنس بتاعه قليل. لكن طرع الديفنس بتاع كويس جدا. بما ان احنا جبنا التابي وجبنا البلاك بيلت من الدنجن ومعانا الشوز بايك والتيجر كليمن جير لما نيجي كي شباب عندي تينكر روكشوب. اول حاجة نكون بنعمل الماستر نينجا جير. دي هتكون بتبدل كاثولو. فنيجي عند الجوبلين تينكر ونكون بنعمل ريفورج دي يا شباب. انا عاوز اكون بخليها وورنينج. بالزبط كي يا شباب. ونبدل ده مكان ده. ده هيكون بيخلين اعمل داش لمسافات ابعد بالاضافة عند فرصة ان هو يكون بيعمل دوتش للدربات. روحت الجنجل يا شباب عشان خمسة ثلاثة اتنين واحد خمسمائة هلس هلو. ونبيع كل حاجات دي لان احنا بكل بساطة معانا بما فيه الكفاية وعاوزين فلوس. جوشباب يلا بينا عالجنجل عشان نكون بنجليد مين? الجولوم. بعد ما نكون بنجليد الجولوم لان نكون بنراس بين البومكن مون افينت. ونكون نجيب سلاح دارك هارفست. ونكون نجيب كل الايتم هات اللي احنا محتاجينها لكلاس السامنة. لان البومكن مونفينت هو اقدر الافنتات اللي فيها حاجات مفيدة بالنسبة للكلاس ده. فيه طبعا في سلاح الغربان وفيه فيه اكسسورات كتيرة مهمة جدا. وفيه برضو البيتل هنكون بنشرين من الواتش دوكتور. فقام نكون بنغلب الافنت في حاجات كتير شباب. وجه الوقت ان احنا نكون بنسلم على بابا جولم. مع السلامة يا بابا جولم. مع السلامة على توخشنا من غير قرينا من غير اي حاجة. بس بوشناك. اوكي. كده الجولم بيشائد غلب. هل فيه اي حاجة من الجولم? هنكون بنحتاجها للكلاس سامنار? لا. احنا بس اغلبناها عشان نقدر ان نكون بنرزبن يا شباب. مش فكرة نرزبنه ان احنا نكون بنرزبنه. بس الفكرة كلها ان احنا نقدر ان نجيب الدروبات اللي موجودة منه. فيالا نروح. نفتح الباج. يا ما فيش اي حاجة تكون بتفيدنا خالص هنا. غير دي. يعني البيك اكس دي هي اقوى عندك. وطبعا نحط جنب اختها بلانتيرة. الفكرة في ايه? الفكرة في انا عاوز اكون بعمل عشان نكون بنغلب الصلاة. عاوز اكون بغلب الحاشر الكبيرة دي عشان نكون بجيب الاجناحة بتاعي تها الاجناح . بتجلب كله. ماشي بترحم. اهي حتناها الخدنا منها اللي احنا اه لا اخدنا البروكن هيرو سورد. الحاجة اللي حين مش محتاجينها. او سنة واحدة والآيف كاثولوش محتاجه برضو. جيبت الآيف كاثولو برضو من الحاشرة بس ما جيبتش الاجنحة بتاعتها. ميبا جيبت البروكن هيرو سورد والآيف كاثولو. وبعد من خلص اليفنت قدرت اكون بجيب الواردننج موثرون وينجز. جيبتاها وملتلها ريفورج كمان. دولة شباب نكون جاهزين مع بعض نروح لاليفنت اللي بعديه اللي هو البامكن مون ايفنت. عشان تكون بترازب البامكن محتاج البامكن مون ميداليا. ده عبارة عن تلاتين بامكن. فمسا اكتوب لازم. وعشرة هولوبارد. نعمل كده هوا. وينرزبنا شباب مع بعض. انا عاوز اكون بنشا على معظم مباتل هنا بس بالاخص البامكن كينج. بالاضافة اسناء اليفنت ده ممكن نكون بنجيب اللي هيكون بخيانة نعمل اللي برضو ممتاز جدا للكلاس ده. باضافة ده اللي هنكون بنواجه بيه المون لورد. واي اول ميني بوس جالنا هو. منور 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 يا باشا. اوه البامكن كينج اهو. البامكن كينج اهو. ده اللي همحتاجين يكون بالمواته يا شباب. عندنا فرصة ان يوقعنا الريفن ستاف. وعندنا برضو فرصة ان هو يكون بيوقع لنا الدارك هاربست. موت حضرتك. كيف فعلك بقى? موت. تانكيو. وقالنا حاجة? اه لا ما عالناش حاجة. واحد تاني اهو. اوكي مات الدارك هاربست. الدارك هاربست. عايش. دوقتي انا عاوز ريفن ستاف. اقل افنت خلال شان الصبح يطلع. مش مشكلة. جيمشاب الدارك هاربست. جميل ده هيكون ببادل مكان الدريندل بتاعي. اوه جبت الويتش بروم كمان. هلو جدا. بس طبعا زي ما انتم عارفين ان يمسك بقى الريليك بتاعنا. المورنيج وود نحطها هنا كده جام باختها. وبامكن كينج جام بيها. دوقتي عاوز اكون بعمل للدارك هاربست عشان يكون بخليه ليجندري. اتمنى يكون رخيص. لا مش رخيص. احنا حازنا بقى انا معي سبعة بلاتانين بس. ليجندري من تلاتة واحدة. عايش. يلا باي باي يا دريندل. استراحة نفعتنا وزيادة. دوقتي نقدر نكون بنعمل السبوكي ارمور. لا سنة واحدة. مش نقدركم بنعمله دلوقتي خالص لان احنا معناش كميات الخشب الكفاية. ده الواحدة بمتين وخمسين. ده تلتمية. وده بمتين. يعني دوقتي خمسمية سبعمائة وخمسين. انا دوقتي معي تلتمية بس. فما تجيش بنا نكون بالنام ونروح نرزب من ده مرة تاني. اني برضو عاوز اكون باجيب من ده اكتر من حاجتين غير الدارك هاربست. وبعد ما حابت مرة تاني. ادي ده اكون باجيب خمسة وتمانين سامن دمش فكويسة جدا. جبت تمنمية وستين سبوكي وود. وجبت اتنين نوكرمانتك سكرول. دي هتكون شباب بيت جبوها من البوص اللي هو الشجرة دي اللي هي بتطلع مع ايه مع تلات ويف او رابع ويف تقريبا. اقولوا كله شباب الحاجات دي مهمة. بس اولا محتاجين نكون نروح الجنجل ونكون بنعمل بيت هناك على السريع. لان احنا محتاجين نكون بنقول الويتش دوكتور هناك. وده عشان نكون بنشتري منها حاجة مهمة جدا اسمها الهيركليز بيتل. اهي شباب اتنقلت على طول للبيت بتاعها في الجنجل. هكون بنروح نشتري منها بقى يا شباب الهيركليز بيتل. نيجي هنا كده نروح على الشوب. اهي شباب ظهرت عندها الهيركليز بيتل. عشان دي تكون نشتريها. لازم تكون بالليل وتكلم الويتش دوكتور وهي موجودة في الجنجل. غير كده مش هتبني. نشتري واحدة من ده كده هو. ونروح. لما نيجي كده شباب عند تنك الوركشوب ممكن نكون بندمج الهيركليز بيتل مع واحدة من نيكروماتيك سكرول عشان نكون بنعمل اباباريا سكرام. الاتنين دولي شباب مهمين جدا بالنسبة لكلاسي السامنر. فهيكون ببدل ده مكان الجلاف. وهيكون ببدل سكرول مكان بيجمي نيكلس. دلوقتي برضه ممكن يكون بنعمل الارمور بتاعنا اللي هو السبوكي ارمور يا شباب. ده مهم جدا ليه? لان ده هيديك اعلى دامج لكلاسي السامنر. اعلى واحد. لكن ديفينس اقل. بص دوقتي شباب معادي ديفينس كام تارتة وستين. لما يجي قلبس ده كده هو. ننزل لتمانية وخمسين. وفيش فرق كبير لكن ده فعلا الدمج بتاعه يفوق اي حاجة. عشان كده ده الارمور اللي هنفضل مكملين به لحد مولورد. ويا شباب معايا الباج نت. يلا ننزل يا شباب دلوقتي على بايوم المشروم. محتاجة اكون بفرم على اللي هي دي. تعالي. جبتك. عندي سبب واحد من خلينا نروح للدكفشون هي الاجنحة بتاعته. الاجنحة بتاعته هي افضل اجنح هتكون بتاعتك ضد مولورد. فدلوقتي يلا نروح. دلوقتي جاهزين لحارب الدكفشون. انا عن نفسي جاهز جدا كمان. بالنسبة للقرباج اللي هكوب استعمله. كوب استعمل دارك هارفز مع المورنينج ستار. ممكن هستعمل كل ويب لكن برضو ممكن يكون يبدلوا مكان الفاير كراكر. لكن بشكل او باخر دي اشيب تلات حاجاتكم باستمع لهم. فاير كراكر او المورنينج ستار تبدل ده مكان ده. لكن بالنسبة لي المورنينج ستار عنده دامج خرفيا ضح. ويزر ويشباب نيجي بقى ناحية الانية بتاعتنا اللي عملتها هنا ناحية المحيط الموضوع هيبقى اقول لك اهو ضد الدكفشون هيبقى بوسيط جدا. بس نسيرا ندوس كليك يمين على بيوتشنج تابل. بالنسبة الاسلحة كم باستخدام شاب ضد الدكفشون. انا عندي اي ريفن ستاف مش ممتازة ضده. فدايما تكون بتلعب مين بالتايعجر ستاف. طبعا ندوس باف. وانا الراس بين التايعجر ستاف بتاعنا. بيزبقى لو كربوك عندك الدارك هارفست المورنينج ستار والفاير كراكر. انت ممكن تكون بتعمل ماكس بالتنين ده انت مش بتايعي الفاير كراكر. وبرضه بالنسبة لفايد دكفشون موضوع بسيط جدا في اول فيز لي. هو هيكون بيجري وراجبك هيكون بيدرب العصار. لو ما يدرب العصار خليك انت في الناحية مسلا الشمال. بعد كي ده يا شباب اللي بتجيبوا مني. فهاد الوقتي يلا بقى بينا نسيد البلطية الكبيرة. البلطية بتاعتنا. هلو هلو. اشتركوا في القناة اوكي. يا عيني. فعلا البوز ده بيصعب علي. عشان بس الشباب بتبقوا فهمين ان كلاس السامنر ما بيهزرش. اسرع في كون بتجيب في دكفشرون بكلاس السامنر. دلوقتي هل نقدر ان كون بنجيب الاجناحة بتاع الدكفشرون من اول مرة? يبقى هي يا شباب الفشرون وينجز. ها اعطاني ايه تاني? ووو ماجيك دامج وعطاني الشريمبي ترافل. ومالو. بس انا هم حاجة عندي دي. الفشرون وينجز. يلا بقى شابنا كون بعمل لها ريفورج لي الووردنينج. تعال يا برينس. اعتقد انها غالية. يا بعشين جولد. ووردنينج فيشرون وينجز. جميل. نبدالها مكان الموثرون وينجز. ونحط الدكفشرون هنا جنب اخواتهم من اولين. ده شباب ما يحتاجين نكون بنسانة حد الساعة سبعة ونص بالليل ونروح ناحية بايوم الهلو عشان نكون نفرم على اللي هنكون بنرزم بيها. دلوقتي عندك فورس ما بين سبعة ونص بالليل لحد الساعة اتناشر عشان تكون بتلاقي اللي باقي لك انك ما تكونش بتقتلها وانت بتحاول تجيبها. دايما هتكون بتستعمل بتاعتك. ويفضل انك فيشيل الصمن بتاعك برضو. داياتها يا شبابة هي. تعالي. دلوقتي انا عاوز اكون بنام لحد ما تيجي بقى الساعة سبعة ونص بالليل اليوم اللي بعدي عشان عاوز اكون بحارب من اول الليل. فيلا بينا هدفي من ان اكون بجيب الموضوع بسيط جدا. ان اكون بجيب في اللعبة. بالاضافة عشان اكون بغلبها عملت انا شب الانية بتاعتي من الاسفلت. ده اللي برضو اللي هيكون بحارب عليها المون لورد. فيلا بينا بكل بساطة. لا 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 لا. سانية واحدة. انت اللي جابك هنا. ايه اللي جابك? فا دلوقتي نطلع على الخشر دي بسرعة ونقتلها. ما نسيبهاش ان ما تختفيش. ويلا بينا يا مادام ولا انيسة. ان انا لسه مش عارف سراحة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اوكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي دوقتي احنا ممكن نتاجه عطول لونتوكولتس مفيش اي حاجة ديه ممكن نكون بنعملها تقريبا لكن قبل شباب من نروح نحارب لونتوكولتس يا طرح هنكون بنستعمل أنيو كورباغ بالنسبة للتايجر استافل معنا يعتبر افضل دامج معاه هو الفاير كراكر مشكلة الفاير كراكر ان هو الرنجي بتاعه قليل جدا بصوا حرفية لازم يكون لازق في البص ممكن نبدل الفاير كراكر بالكلايدوسكوب او حتى بالمورنينج ستار لكن اولا ايجي هنا وعاوزكم بعمل ري فورج لالكلايدوسكوب للجيندري اهة تو secre chatting كوا نبدله مكان ليبلكون ويبا الحال دي فعلا هنت BUR430 صلبت مجموغة من ال börات دلوقتي قادرت من اللونتوكولتس مناورين يا بها ويت مناورين مناور 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 على كده ايوا مناور 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 م ثانية واحدة. شيل بقى تايجر. انا هكون بتسلع على الستار سيل دي بالكرباك بتاعي. برضا عاوزة اخلص من اول بيلر اللي هي الستار داست اللي انا محتاجة اكون باجيب الدراجون. ده بقى اللي هيكون بيكمل معي المونلورد. بصها عاملية. هكون باخد الستار سيل دي. هكون بكسرها. تكبر اكسرها وكذلك لحد ما تخلص الشيلد. وهكون بروح اغلب البيلر مرة واحدة. اوكي. دوقتي غلبنا ميت ستار سيل. اعتقد بكده. نقدر بقى نروح على البيلر ونكون بنقتلها. بس نرزبن بقى بتاعنا. البيلر هنا اهي. البيلر هنا اهي. هلو. واول بيلر اتغلبت هي يا شباب. وهاتلي بقى دي. هاتلي كل الستار داست فراجمنت. دوكرا. ايه يا نروح. نحط الايش هنا كده يا شباب. دوقتي شباب عندي سلاحين مهمين جدا بالنسبة للكلاس ده. الستار داست دراجون ستاف. والستار سيل ستاف. افضل حاجة لنا هو الستار داست دراجون ستاف. ده يا شباب اللي هيكون بيبدل للأسف مكانة على قدم ده حلو. على قدم ده فعلا هبا جبار. وطبعا عاوز اكون بعمل ده على الاقل. ملخوزة واحدة بس شباب. الافضل للستار داست دراجون ستاف مش هي تمام? فنحاول نجرب نجيبها مع بعض. قبل ما فلوسنا تخلص بعد اذنك. اهي يا شباب. بتاعتها مش مهمة دي. فاعتقد اني طمانتاشر في المية ده مش دي اعلى حاجة. باي باي يا طايجر. باي باي. باي ال دراجون. ال دراجون. بص شباب. ده برضو من المينيونس اللي بتعمل لها اوبجريد كل مرة بتلازبرهم. يبقى هو ده مع تايجر ستاف مع ابي جيل. التلاتة دول هي من المينيونس او مع صاحة من السامنس اللي بتعمل لها اوبجريد. مش بيزاد عددها. فدلوقتي بي ال دراجون ستاف اللي بيعدني بلوكات بمناسبة نقدر بقى نروح نجلة باقي البيلرز. اوه النبي لبيلر جنبينا هنا. يلا بنا نروح نخلص منها بسرعة. اللي عندكم بصU شباب الدراجون الساف مبيها دراجون بيها دراجون بيكلهم. بصوا بيكلهم. مش بيأكلهم. انا بس حول عملة دوديجي واسيبه هو. بصوا يم 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 يم. دلوقتي بعد ما روح منها. يلا بينا نروح نفسها. بسرعة بسرعة بل ما نموت. بسرعة بل ما نموت. يلا يا دراجون. اوه الدراجون بيأكلها. الدراجون حرفيا بيأكلها. بصوا. صلصت هاي. صلصت البلر. دلوقتي ناخد فيه واحدة تاني هنا. اوه هنا برضو شباب جنبينا في الناحية التانية عند الجنجل. والسولر هنا. اعتقد نروح ناحية الجنجل اول نخلص من بعيدة عشان نروح على طول للقريبة ونكون منقتلها. بعد كده نراس على طول من لورد. اقفل عليا. اقفل عليا لو سمحت. اقفل عليا بس كده. ايه موضوع بسيط جدا. الدراجون هيكون بيأكلهم حرفيا وانا قاعد بس ايه باشر بشيء. بصوا. حلوة الدراجون يا جداعين. حلوة كلاس السامنر. عشان اللي مش مسدقني يقولي كلاس السامنر صعوي مستر بيكلاس السامنر سهل جدا. مش عارف اقول لكم انا متحمس قديل الابديت الجديد اول ما ينزل كربية جديدة واسلحة دي للكلاس ده. مش عارف اقول لكم انا هكون بلعب باللعبة دي ايه تاني اكتر ما انا بلعبها. فكفية بقى عليهم وينزل الابديت. وفي اقل من دقيقة حرفيا. فاقل من دقيقة. ايشي اللي بتاعه خلص. يلا بينا بقى. يلعب بلر يا دراجون. ايوة كلها. بصوا بصوا اللي بيحصل. بصوا اللي حصل. بصوا اللي حصل. بصوا. شيفين اللي حصل? مع السلام. ناخد ويلا بينا نروح. اخيرا وليس اخر يا شباب. ودي برضو جنبية نحية التانية. ومس صعبة بالدراجون برضو ايه? لو ناس اخبت تحت الموضوع مش حابة صعبة يعني. اما حاجة بس ما اطمتش هنالقي الدولة دي ما تكلكش. اتكليك على الارض وحاربوا منت على الارض. اوكي اخر واحد نجل الده كده اهو. ويلا بينا يا شبب على البيلر سريع سريع. قبل ما نموت. اهي. اهي. يلا بقى يا دراجون. دراجون. اخلاص منتها. نايس. حرفيا. ايه القوة دي? ايه سلاح ده? اوكي. يلا بينا على الاريان بتاعتنا. مع اني عملت الاريانة غلط ورفقت عشوية. على الحمالي جي نوت هننكون بنوت في الفضاء. بس مش مشكلة. انا مستعد. انا مستعد. انا مستعد. ايهي. يلا بينا يلا بينا يلا 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 بينا. ترجمة نانسي قنقر 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 أسرع فيت أنا قتلت فيه المونلورد هو بكلاس السامنر. أسرع فيت أنا قتلت به معظم البصات هو بكلاس السامنر. طبعا مش في البداية لكن في النهاية السامنر حرفين بكلاس أو بي. يا شباب او المونلورد و الفتح ده. أعطاني اي حاجة مفيدة لكلاس ده. معطانيش. فيه اكتر من سلح سامن كويس للمونلورد وبيقوا منه يعني. لكن معطانيش ولا واحد. اعطاني الكراكن او قصدي. يلا مش مشكلة. وده شباب بكل بساطة هو تختيم اقوى كلاسات اللعبة بالنسبة لي. محبين يجتمع في كومنتات تحت. قولي يا شباب تجاربكو وحرفيا ايه اكتر حاجة بتحبوها في الكلاس ده. وبرضو الناس اللي مش بتحب كلاس السامنار يا ريت برضو يقولوا لي ليه هم مش بيحبوا كلاس ده. فطبعا ما تنسوش لو انت لا تكون شترك لو عاجبك فيديو تسيب لايك وما تنساش دايما يا شباب دايما تفضل تقوله يا فلسطين. وبرضو في كومنتات تحت عاوزين تجوفوا ايه بالنسبة للترارية في فترة جاية. يلا باي باي. المونلورد تم جلده بنجاح. اشتركوا في القناة